كل أم وكل أب ساعات كده زين بيقولوا بالبلد دي بيهتلوا مع ولادهم خصوصا لو أنا بحس إن أنا كأم عنيش حاجة أعملها مش تلاقي حل مش تلاقي طريقة موضوع الفقرة دي أحبنا ندور مين أنسب وأكفأ أحد يرد على أسئلتنا الحقيقة من إيناش غيره دكتور إيهاب ماجد نوارنا النهار دا أهلا بيك دانورك ربنا نوار الدنيا كل عام دكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية دكتور إيهاب أطفال كتير قوي بالذات بنبتين نسمع النغمة دي أول ما بيبدأوا يفهموا عند سن 7-8 سنين إشمعنا صاحبتي إشمعنا صاحبتي عندها بيت كبير وإحنا عندنا بيت صغير إشمعنا يا بابا صاحبي بياخد مصروف أكتر مني إشمعنا دي يعنيها خضرة ونعناية سودة إشمعنا إشمعنا طول النهار إحنا كأبهات وأمهات بنحاس إن إحنا مكتوفين الأيدي طيب بصي خليني الأول أقول حاجة إن إحنا الأطفال بيفهموا منه هم صغرين أصغر من كده بكتير أصغر من 7 سنين ده حقيقة ده نتيجة يعني طيب خلاص اللي هم وصلوله في 7-8 سنين ده نتيجة للي إحنا بنعمله معهم يعني أنا عندي مقولة كده الموضوع دايما مالوش علاقة بالأطفال أي مشكلة أي أب وأي أم بيوجهوها مالهاش علاقة بالأطفال هي دايما ليه علاقة بنا إحنا خليني بس أسأل كده أنت بتقولي إن هم بيعطلوا مع أولادهم خليني أسأل أنا علشان معطلش في أي مهنة في الدنيا بعمل إيه؟ بدرس وباخد دورات تدريبية وبكرأ كتب وعلى طول أنا بطور في نفسي هنا السؤال لكل أب ولكل أم أنت قريت إيه في التربية؟ أنت خدت دورات إيه في التربية؟ إحنا بنربي بالإيه؟ بالفترة زي ما جاوزنا بالفترة بنربي وبنختار بالفترة بنربي بالفترة وإنت وحظك بقى المشكلة أن أنت بتعرف حظك ده وطريقتك في التربية لما العيال بقى يبقى عندهم 18 سنة 19 سنة 21 سنة نبدأ نشوف بقى كل المشاكل اللي هي هي أصلا المشاكل دي جاية منين؟ جاية من طريقتي أنا كأب وأم وأنا بربي ولادي هو الطفل ده في النهاية هيجيب منين مفاهيمه هيجيب منين قيمه هيجيب منين طريق التعبيره عن مشاعره دايما الأم تيجي تقول لي مثلا إيه؟ ده أنا ابني بيغضب ده أنا ابني بيشخط ده أنا ابني بيعمل حضرتك وإنتي بتكلميني بتشخط فيه فطبيعي أنه هو يبقى كده طبعا يعني هو هيتعلم ده منين؟ أنا ابني لما بيغضب وبيتعصب بيرمي الحاجة ما همين بيعمل كده؟ بابا بيعمل كده؟ ماما بتعمل كده فالموضوع دايما ملوش علاقة بولدنا الموضوع دايما ليه علاقة بينا إحنا فالولد لما يوصل لمرحلة تقولي شمعنا أو البنت تقولي شمعنا على أي حاجة مش لازم على فكرة ما يكون برة شمعنا دي زميلة ده شمعنا أختي مصبوط ده شمعنا أخوية ده شمعنا أنت يا بابا شمعنا أنت يا مامة فأول حاجة الموضوع ده لي علاقة بإيه بأنا كبابا وماما أنا دايما أقول لهم إيه الناس هتقول علينا إيه المقارنة بينهم وبين حد تاني شوف أخوك كان للأكل بسرعة شوف أختك لبست بسرعة شوف ابن عمك جايب مجموع شكله عامل زي فأول حاجة بتخليه دايما أن الناس اللي حواليه هم المعيار بقى هو القعدة هي الناس اللي حواليه تبدأ حياتك صح جدا لأن في النهاية أنا بعمل إيه أنا بقول دايما لولادي بصوا على الناس الناس هتقول علينا إيه الناس دول أحسن مننا ده أحسن منك في كذا اشمعنا فهو اتعلم أنه هو مين المعيار بتاعه هو عشان يعرف أن أنا كويس عشان يعرف أن أنا كويس لازم أعمل إيه لازم أبص حولي فأول حاجة إحنا نبطل نقول لولادنا شوف فلان شوف علان شوف أختك بنت خالتك عارفة موضوع المقارنة ده موضوع لطيف جدا أنا بقوله دايما لكل أب وكل أم يعني أول حاجة أنت متهيق لك أن أنت لما بتقارن أن أنت بتعمل إيه بتحفز يعني اللي هو إيه أنا بحفزه بقى اللي هو إيه يعني شوف بقى أختك فأنت تحفز وعمل زيها وانجح زيها خدي بالك بقى المقارنة بتعمل إيه رقم واحد المقارنة بتعمل أول حاجة بتخلي معاييري هي الناس فأنا دايما مباصص للناس برا لو أنا بعمل حاجة فأنا عايز أحس بالنجاح لازم الناس تقولي برافو عليك طب لو الناس ما قلتيش برافو عليك أحس لأ أنا فاشل فأنا أول حاجة بقى معاييري معاييري هو الناس اتنين اللي انت بتقرنيني بيه ده أنا بكرهه أنا بتمناله يعني كل الفشل ولما أجبر بقى كده مثلا لما يكون في أم بتقرن بنت بنت خالتها مثلا شايفها بنت خالتك وبنت خالتها دي تطلق بقى تيجي البنت تقولها شايفها بنت خالتي هاي دي مش انت اللي كنت بتقرنيني يفضل الموضوع في دماغي طول عمري أني بنت خالتي أحسن مني أنا كنت وحشة أنت بتحبيها أكتر مني ده بالإضافة إلى حاجة مهمة جدا أن أنا حس بالدونية أن أنا حس أن أنا قليل أنا حس أن أنا وحش فأسوأ حاجة ممكن يعملها كل أب وكل أم أنه هو يقارن ولاده بحد تاني ودايما أقول لكل أم بقى يتخيالي كده أن جوزك كانوع من أنواع التحفيز يعني جاي بيقولك شايفها جارتنا فلانة أنا عايزك تكوني زيها شمعنا هي بتعمل كده وإنت ما بتعمليش هتعملي معا إيه كانوع من أنواع التحفيز أنا بحفزك أهو أو مثلا أنت لو أنت بتقارن ممكن المدام تيجي تقولك ما تروح تتجوزها لا يعني أنا لو قال لي شمعنا جارتنا هقول لي طب ويستني إيه ما هو مش بيقولي شمع يعني هو بيحفزك لا لا ما يحفزني إيه زي ما أنت بتحفز العيال أنا أحفزك لا ما حدش يحفزني أبدا لا مقدم حضرتك الجارة عجبك بألف أنا وشفى عليك يا حبيبي مطرح نفس الموضوع نفس الموضوع برضو لو أنت هو أو أنت جاي مثلا أمرأتك بتقولك نفس التصح أيوة صح حتصدح عليك عنك حق يعني شوف أخوك بيعمل إيه مع أمرأته ده فخ ده احنا كلنا موقعين في فخ ده فهي طبعا فكرة شمعنا رقم واحد أني أنا كأب وأم أبطل كارن ولادي بأي حد وبطل أقول لهم الناس أنا مليش علاقة بالناس أنا ليه علاقة أني أنا عندي في بيتي في قواعد في قوانين مليش دعوا بالناس لما حد يجي يقول لي أنا معلم مولادي كده يعني حتى بنتي الصغيرة دي عشر عشرين مثلا لما تيجي أنت تسأليها بابا لو أنا قلت البابا شمعنا ما بيجيبها ليش ما بيعملهاش أنا معاودهم كده اللي هيجي يقول لي أنا محتاج أعمله اللي أنت عايزه لكن هتيجي تقول لي اشمعنا أخويا اشمعنا أختي اشمعنا أي حد تاني مش موجودة خلاص انسى مش أجيبها لك فإحنا رقم واحد إن إحنا نبطل لكارين رقم التاني إن إحنا نعمل إيه إن إحنا نحط قواعد في البيت لكلمة شمعنا كلمة شمعنا بالنسبة لبابا وبالنسبة لبابا إن الحاجة دي مش هتيجي لكن تعال أقول لي بقى إيه أنا محتاج إيه أجيب لك اللي أنت عايزه فالحتة دي بتاعت بص إحنا عندنا مشكلة في التربية طب أنا مش هتيجي أقطع كلم حادتك بس لو الوقت سيقوم زي على فكرة أنا حتيجي نبهتيني على حاجات أنا بعملها أنا فهمتها في الوقت لو هي السيطة دي زي خلاص وقعدة وبطلت تنتبه للخطأ الفادح العظيم اللي هي ويقعد فيه بقى لها كذا سنة يعني عرفت حاس أنت كده في نص الطريق وعايزة تصلح بقى يعني عايزة تبتدي تعمل حاجة فأول حاجة هي حتحاول توقف اللي هيك قلت وبتاع أنها تقارن الثاني حاجة اللي هيجي أقول يشمعنا مش هتتنفس هحط قعدة هنقول أنا عايزة خلاص هل في طريق التوصيل الكلام ده في نص الطريق وأنا في نص الطريق يعني لو عتي مثلا بنتي عندها 12 سنة خلاص حبتي أطبق اللي حضرتك بتقول وعا مش من صغير من 12 في واحدة هي بتتفرج عينها هي بنتها عندها 15 في واحدة تانية بتتفرج عينها منها عنده 18 خلاص الطريقة بقى الدخلة إيه لأنك كده توليت زي يعني يعني كده حدنا نفس الطريقة تزنيبر توليت عمات طبعا متفقين طبعا حلينا متفقين إن إحنا برضو يعني عايزة أقول إيه يعني بدي أمل لكل أب ولكل أم مهما كانت حالة ولدك ومهما كانت الأخطاء اللي أنت وقعت فيها مع ولدك أنا عارف بص يعني لما باجأتكلم مثلا في كورس كامل بقى يقول لي طب ده أنا كده ده أنا بواصت عياني أنا دعت أنا دعت ودعتهم آه يعني مفيش مفيش أبدا حاجة اسمها مستحيل بس هو الموضوع هياخد وقت وهيبقى مجهود أزيد وهيبقى محتاج منك صبر لأن إنت لما تكون مثلا فاقد التواصل مع ابنك أو بنتك اللي عندها 12 سنة دي أنت بقى لك 12 سنة أنت بتنصح وانت بتضرب وانت بتشتم وانت بتهمل فلما تيجي بعد 12 سنة ما تتخيلش أنه هو هيتعدل معك لمجرد أن أنت قعدت معه قلت له حبيبي معلش أنا آسف أنا غلط لأ ده أنت هتبقى محتاج محاولات كتير وأحيانا كتير بيبقى الموضوع خارج بقى عن بابا وماما لأن أنت برضو حدود معرفتك وليلة فأنت محتاج حد تروح له علشان يساعدك علشان أنت كل أسبوع وكل أسبوعين تقول له أنت عملت إيه ووصلت لإيه وهنعمل إيه في الخطوة اللي جاية فمهم هو أن أنا رقم واحد أن أنا مفقدش الأمل لأن للأسف بيحصل إيه أن الأباء والأمات فعلا بيفقدوا الأمل يعني يعني الأب بيرمي عياله يعني يعني ممكن تلاقي مثلا حد مدمن والأب زهق والأم زهقت خلاص ارموه يا جماعة ده ابنكم ده واقع في حفرة ومعليش برضو مش عايز أقول عشان ما تقلش عليكم أن أنتوا السبب أن الولد ما بيطلعش كده إلا لو كان فيه أسوأ جديدة جدا في التربية أو إهمال أو تدليل أو أن أنا مش أخد بالي من الواد ما عرفش حاجة عنه فأنا لازم أستحمله طيب خينا نرجع تاني لاش معنى اللي في منتصف الطريق مش اللي لسه الستات اللي هتبدأ تطبق في أعمار صغيرة هنا نتكلم في الأعمار الكبيرة عايز أبن حضرتك كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والطريقة اللي هتقول بيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تلات تسبح قبل ما وصل للطريقة دي هم فيه تلات حاجات انت لازم تعرفيهم عن التربية كأم أو كأب تلات حاجات دول تلات دواير دول دي النظرية بتاعت أنا في التربية ومش هتلاقيها بعيدة عن أي حاجة ممكن تسمعيها تايم رقم واحد الدائرة الأولانية هي دائرة الحب أنا لازم أغرق ولادي حب أنا بسأل دايما للناس آخر مرة قلت لابنك أنا بحبك إمتى أو عبرت لابنك عن حبك إزاي وكانت إمتى آخر مرة فتقول لي لا مش فاكرة يعني إيه مش فاكرة انت مفروض تكوني قيلهاله النهار ده طبعا مفروض تكوني قيلهاله من ساعة إزاي مش فاكرة فرقم واحد دائرة الحب إن انت لازم تغرق ولادك حب ورعاية والحب فيه أربع أنواع بقول له أنا بحبك بحضنه وبلمسه بيشوف نظرة الحب في عناية باعد معاه أتواصل معاه بسيب بقى موبايلي واسيب حياتي واتكلم معاه إحنا وهو إصحاب لازم يبقى عندي وقت كل يوم لده من الأربع حاجات دول الحاجة التانية هي القدوة الحاجة التانية الدائرة التانية هي القدوة مش ممكن أبداً ابنك هيعمل حاجة أنت ما بتعملهاش فأنا ابني مش هيبقى زي ما أنا عايز ابني هيبقى زي ما أنا عايش أنا عايش إزاي فأبني أنا عايزه يقرأ عايزه يذاكر يشوفك أنت بتذاكر يشوفك أنت بتقرأ أنا عايزه يصلي يشوفني أنا بصلي عايزه يشوفني يعني بعمل الأمه كويس فهو يعامل الناس كويس لكن هو أنا بعمل حاجة وبقول له حاجة تانية انسى حضرتك اللي انت بتقول قعد انسح من هنا لحد بكرة هيمشي عكسه لأنه هو شايف نموذج فالدايرة التانية هي القدوة الدايرة التالتة هي القواعد القواعد معناها يبقى فيه قوانين منظمة للبيت مستمرة متفقين عليها أنا وانت فلو أنا جيت بقى طبقت الحتة دي في كلمة شمعنا الأول قدي لابنك حقه في الاهتمام والرعاية والحب وبعدين خليك انت قدوة ما تبقاش انت طول الوقت انت بتتكلم على الناس وتقول فلان دا وعلان دا واشمعنا ربنا يديله وما يدلناش وانت طول الوقت انت اصلا عامل مقارنة على كل الناس اللي حواليك فانت هو ازاي مش يعمل مقارنة هو ازاي مش يبص البرا فانت لازم انت رقم اتنين تكون قدوة رقم تلاتة نحط بقى القاعدة بتاعتنا تعال يا حبيبي قول لي انت محتاج ايه لكن لو انت قلتلي كلمة اشمعنا انا مش هجبها لك بس انت لو جيت قلتله بقى القواعد وانت اصلا مفيش حب ورعاية ومفيش قدوة ملهاش لازم القواعد مش هينفزها فالتلاتة دول ما ينفعش تشيلي حاجة منهم ما ينفعش تشيلي رعاية وحب ما ينفعش تشيلي قدوة ما ينفعش تشيلي قواعد اي واحدة من دول فيها خلل بتعندك خلل في التربية وده ينطبخ على جميع الاعمار وجميع الفئات كل حاجة بنات وولاد وكله بس عايزة اقولك على حاجة من برضو الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها في التربية كل مرحلة عمرية ابني بيمر بيها او بنتي بتمر بيها فيها حاجة اسمها مظاهر النمو سمات السمات دي ممكن تكون انت عدم فهمك ليها تخليك تتصرف مع ابنك سمة بسيطة جدا يعني ولادنا في سن المراهقة عندهم تمرد عالسلطة السلطة دي ممثلة في مين في بابا وماما والمدرس واي حد بيقوله اي حاجة مزبوط حلو فممكن ده يؤدي ان هو ايه لا انا مش هعمل انت بتشوح لي انت ايه الادب حبيبي هو مش بيشوح لك هو عايز يقول انا ليه يا رأي لو انت فهمتها ان هو بيشوح لك هتتصرف ازاي لو انت فهمتها ان هو بقى قليل الادب وبقى بيتطول عليك انت هتتصرف ازاي هيبقى رد فعلك مبالغ جدا وبالتالي هو مش هيسكت هيرد عليك تاني لان هو بدأ يحس بنفسه وبدأ تحس انها بقت انسة وبدأ يحس انه بقى راجل فانت لو مش فاهم مظاهر النمو وبتاعة المرحلة اللي ابنك بيمر بيها انت هتتصرف غلط عايز اقولك على حاجة غريبة جدا ده ناتج عن احنا مش فاهمين عارفة المرحلة بتاعت ان ابني من عندي سنتين تلاتة كده يتدرب على ان يخش الحمام لو انا بضرب ابني علشان هو بيعمل على نفسه ماشي وبزع عقله وا 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 الولد يعمل ايه يخاف فيعمل امساك يمسك نفسه علشان ما يتبهدلش من مامته الولد ده في سن المراهقة بعد كده يبقى عنده امساك في مشاعره بخيل بيعاني من البخل ماشي عنده امساك في كل حاجة طب لو انا بقى سايبا طول النهار يعمل زي ما هو عايز بقى ويعني سايبا يغرق الدنيا الولد يطلع سوري يعني قاضر ما عندوش ترتيب ما عندوش نزام في حياته عمتا مصرف كل مرحلة عمرية ابني بيمر بيها لو حصل فيها خلل لو انا مش فاهمه يؤثر على كل شخصيته في حياته بعد كده انا وقتنا النهارده رب بنا خليك شكرا حضرتك شكرا دكتور يهب مانجد مش هداتي عزيات وبناتي الحبيبات خلصت فقريتنا وخلصت كمان حلقاتنا وخلص معاهم حلقات اسبوع خلي بالك عن نفسك ثقي فيها ثقي في نفسك احبيها ودلعيها كوني طيبة معاها زي ما بيكوني طيبة مع الاخرين ان شاء الله اشوفكم على الف خير وصحة وسلامة وسعادة وهنا ورده الاسبوع الجاي حلقة جديدة من هر هو بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة